بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله رعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة الإعلان عن المشروع الاقتصادي التنموي الضخم نيوم وفيما يلي نص البرقية حضرة خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود حفظه الله ورعاه عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نكتب إلى حضرة أخينا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود حفظه الله ورعاه معبرين عن خالص تهانينا ومباركتنا لمشروعكم الاقتصادي التنموي الاستثماري الضخم غير المسبوق على مستوى العالم والذي يحمل الأمل بمستقبل مشرق واعد لبلدنا العزيز المملكة العربية السعودية والمنطقة بأسرها ولقد كان لرعايتكم الكريمة لفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بالعاصمة الرياض الدور الفاعل لإعلان ولي عهدكم الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله عن مشروع نيوم ليعكس ويؤكد رؤيتكم الثاقبة الحكيمة والهادفة إلى دعم وترسيخ الجهود وتعزيز المسيرة الواعدة التي تقودونها بكل الحكمة والاقتدار لدفع عجلة التنمية والازدهار لشعبكم الوفي ولجميع شعوب المنطقة كما ويجيء الاعلان عن هذا المشروع الضخم ليشكل لبنة جديدة في صرح إنجازات حضرة خادم الحرمين الشريفين الكبيرة على مختلف الصعود في خدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية وإذ يسعدنا كثيرا أن نهنئ مرة أخرى أخانا العزيز حضرة خادم الحرمين الشريفين بهذا المشروع الرائد لنؤكد اعتزازنا وفخرنا بالروابط الأخوية التاريخية بين بلدينا وشعبين الشقيقين وبما يشهده التعاون المشترك بينهما من اضطراد الرفعة والتقدم والله يحفظكم على الدوام سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين